سيد علي ربما السؤال الأهم اللي يسألوا فيه الليبيين كلهم وانت اليوم اطلعت يعني للتقاعد معاش ولت مسؤول وربما كلمتك مش مربوطة بأي شيء لازم تلتزم به أو مش في منصب معناته السؤال اللي يسألوا فيه كل الليبيين شن مستقبل دينارنا الليبي والله باهت طبعا أنا حنجاوبك بصفتي مواطن بمواطن نعم لكن لا شك يعني أولا أنا يعني كامل الاحترام يعني للمجموعة اللي تدير مصرف المركزي لا شك أنهم يعني أصدقاء يعني بحكم العمل الأستاذ اللي هو مريع البرسي الآن نايب المحافظة هذا يعني أخ بالنسبة لي يعني لكن لا شك يعني في النهاية مواطن يعني من حقي مثلي مثل أي واحد آخر اللي يبدأ الرأي لأكثر رأي أقل بدون تدخل يعني أنا اطلعت الحقيقة على مثل ما اطلع كل الليبيين أنت شفتوا اللي طلعتوه في شهر 11 وكان من الواضح يعني من البيانات الرقمية أن هناك عجز يعني في ميزان المدفوعات أو في البيان اللي خرج يعني البيان اللي خرج يطلع عن المبالغ المحصلة من النفط 22 مليار بما فيها الإتوات وسنوات السابقة يعني وإنما أنفق من العملة الصعبة هو 32 إذن عندي هنا استنزاف في الاحتياط بمقدار 10 مليار وعندي أيضاً اللي هو شهر خمسة شهر 11 لم يسجل ضمن البيانات مكتوب يعني في التوضيعات وهذا يظل أن الإنفاق العام حيكون يعني أكثر أكبر 11 و 12 آه يذن إذن المتوقع يعني في الإنفاق العام حتى نهاية العام أنك إنت احتمال السنة هذه تواجه لما يسمى التوين ديفيسيت اللي هو العجز التوأم التوأم العجز التوأم هذا في التعريف الاقتصادي أنه يقدر عندك عجز في الميزانية العامة أو في الإنفاق العام وعندك أيضاً عجز في ميزان المدفوعات طبعاً سيء جداً هذا التوين ديفيسيت ويؤثر يعني تأثير مباشر على سعر الصرف سواء من حيث عجز الميزانية لأنه حتى عجز الميزانية أنت عارف أحياناً اللي عجز تضطرت مولة مولة يسموها التنقيد الدين العام من خلال اللي هو إصدار يعني شهادات خزانة وهذه تعني زيادة الإصدار بدون وجود غطاء وبالتالي حيكون الأثر مباشر على سعر الصرف وسعر الصرف أنت عارفت الدولة الرعية الدولة الرعية عندها ثلاث ثلاث يعني بيلرز ثلاث محاور رئيسية ما تقدرش تخرج منها اللي هو سعر الصرف أو سعر الفائدة للأسف يعني المعطرة وعندك اللي هو عرض العملة اللي هو الام اس عرض العملة يعني الثلاثة هذين الآن عندك سعر الصرف سعر الفائدة لا يعمل إذن التضخم في الإنفاق العام يترتب عليه اللي هو التضخم الإنفاق العام يترتب عليه تضخم ما عندكش بيشتك بحد لأنه ما فيش سعر فائدة بيش أنت تسحب به العملة العامل الوحيد اللي أنت تقدر تقتر به هو سعر الصرف إذن الوسيط الوحيد اللي تقدر أنت تتحرك فيه طارة للأسف الشديد هو سعر الصرف الآن سعر الصرف بموجب حيكون في خطر شديد معنات شن السيناريوات وبالتالي توقع أنت الآن في السوق السوداء الآن يلاحظ انخفاض سعر الصرف يعني لابد بالمصرف المركزي يعني يدرس هذه يعني أتمنى لكل الزملاء يعني دراسة هذا الموضوع بجدية وعناية والاهتمام لأنك أنت عارف توا سعر الصرف في ليبيا هو فيكس دريت مع أنهما توا مرتبط بسلة العملات نظبوط وسلة العملات طبعا يمثل فيها الدولار الأمريكي 42% الاس دي آر وهذا الآن فيه يلاحظ يعني الاس دي آر الآن فيه تغير كبير بسبب سعر الفائدة اللي مستمر في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مؤثر على كل الاقتصاديات في العالم يعني يقال أنه إذا عطست الولايات المتحدة يصاب العالم بالزكان يعني تأثير الولايات المتحدة هذا طبعا كبير جدا بالتالي لما تشوف سعر الصرف ستلقى أنه لما عدل كان 4 جنيه 48 صحيح مفروض مفروض مع ارتفاع سعر الفائدة مع ارتفاع سعر الفائدة البنك المركزي عنده احتياطيات في الخارج هذه الاحتياطيات هتكسد الآن يعني فيه مكاسب لأن هذا السعر البوليسي ريت هذا مش سعر تجاري أنت ممنوع تغامر بيه أو تأخذ هذا السعر اللي هو البوليسي ريت يفترض أنك أنت الآن الاستفادة منها قيد يحقق فيه أرباح مجزية كان المفروض بيش نحنا أنا بنحكي راني على 4 جنيه 48 نحنا قلنا قبل أن نوصل إلى غديكة في السياسة قلنا كراولينج بيك التزاحف يعني تبدأ من فوق وتنزل هذا لو كنتوا أنتم مخطين لما غيرتوا سعر الصرف لأربعة جنيه 48 بحيث تكون عندك سعر توازني أوكي مرة ثانية بس عشان تفهم الناس ما نبوش الكلام معقد لما أنتم غيرتوا سعر الصرف دلتوا لجنتين لجنة منكم ولجنة من الترابلس لجنة مشتركة لجنة مشتركة لجنة مشتركة كانت تحط سعر الصرف أربعة جنيه 48 وبعدين بتنزل به بتقوي به بشوية لأن توصلوا لي ثلاثة جنيه و25 قراش يعني هي ستوصل لسعر التوازني سعر التوازني هو اللي توازى فيه طلبه مع العرب اللي هو في الثلاثة جنيه وحاجة هذا يبي سياسات طبعا يعني أفطر ومش هو عملية ثوماتيكية ولا ميكانيكا لا هي عملية دراسة تبي دراسة تبي تنسيق سياسات تبي إذا كنت تتحكم في الانفاق العام زي اللي دارت دكتور طار الجيمي زمان فهمت الحصار يعني الانفاق العام هذا لابد بينك ما يكونش مونفلت